احنا مبارح كان في السادسة معانا السيد عبدالقادر شنيوني ده مدير الاعلام او يعني مسؤول المنظومة الاعلامية في شباب الوزاد وكلمنا معاه شوية عن اللقاء وعن موقف شباب الوزاد في البطولة اللي الحقيقة يمكن بيصعب شوية من مواجهة يوم الجمعة صحيح هي على ملعبنا وفي وسط جماهرنا اللي هتمنى الحقيقة انها تكون يعني اين كانت الساعة اللي هيتم بتحددها 30 الف او ساعة كاملة ما عنديش رقم او ما عندناش خبر يمكن انا سألت قبل ما اطلع الهوى على طول لسه الامر لم يحسب بعد لكن على اهل تأدير اعتقد انه هيكون مسموح بحضور 30 الف من جماهرنادي الاهلي في ملعب بورج العرب اتمنى الثلاثين الف يكونوا موجودين اتمنى لانه قصة غياب الجماهير عن المدرجات في الفترة الاخيرة بقت بالنسبة لي علامة استفهام انا لا عمري واعتقد ان فيه كتير اوي زي او فيه كتير هيتفق معي لا عمري شجعت الاهلي عشان لقب ولا عشان بطول مش عجع الاهلي لانه بنتمي للكيان ده جملة وتفصيلا وفي اوقات كتيرة جدا تحملت مطبات صعبة يعني لو ما خدتكمش اللي بعيد اوي قبل ما الجيل ده قبل ما الجيل ده يوصل لاربعة نهائي في دوري الابطال البطولة دي اللقب ده غاب عنا سبع سنين لا تغير موقفي من نادي الاهلي ولا تغير ولا نقص نقص مقدار حبي وانتبعي نادي الاهلي زره واحد فبالتالي الفكرة مش فكرة مستويات اداء مش فكرة تحقيق فوز مش فكرة القاب احنا في دهر الاهلي وبنسنده زي ما بنقول دايما يعني على الحلوة وعالمرة معي رغم ان انا مع الناس دي مع اللعيبة دي مع الجيل ده مع فيلر مع موسيماني مع مارسل كولر ما شفتش مرة بصراحة يعني المرة الوحيدة اللي شفتها هو ان انا كنت وصيف دوري ابطال افريقيا في نسخة كنت انا الاجدر والاكثر استحقاقا بيها دي المرة الوحيدة اللي انا شفتها فريق بيوصل لنهاء دوري الابطال وبيخسر بطولة بفعل فاعل فبالتالي تبقى دي المرة بتاعت جمهور لا خرجنا من دور مجموعات ولا مش عارف يعني ده اصعب سيناريو عد علينا في الاربع سنين الاخير رحنا كس العالم بنص فرقة كسبنا بطل مكسيك وكسبنا بطل اسيا ورجعنا ببرونزية ده الاهلي ده الاهلي اللي احنا مستنينه واللي بالفعل بيحضر دولات الترتيبات سفروا ان شاء الله بإذن الله السعودية بعد مواجهة شباب له ازداد ان شاء الله يوم الحد اللي جاي يوم 11 الساعة 3 هتسافر بعثة النادي الاهلي للسعودية تحضيرا واستعدادا طبعا لبداية مشوارها الفائز من اوكلين سيتي واتحاد جدة المباراة الافتتاحية هيقابل النادي الاهلي في اول مشوارنا او في اول مباراة لنا في مشوارنا في بطولة كس العالم نتمنى ان شاء الله التوفيق وبالفعل يمكن النهاردة هتتحدد قايمة بشكل كبير في اسماء كتير ممكن تكون مرشحة للاستبعاد في اسماء بناء على رؤية ميسل مارسل كولر بعيدة تماما عن حالتها الفنية حالات الاصابة او الكشف الطبي مفترض ان الاهلي هيبعت الملفات الطبية الخاصة باللعيبة اللي هتشارك في كس العالم للفيفا ده اجراء روتيني بيتم كل بطولة كس العالم بالتالي هيتم تجهيز الملفات الطبية الخاصة بكل اللاعبت الاهلي اللي هتشارك في البطولة 23 اسم هيقع عليهم اختيار مارسل كولر اكيد فيه لعيبة كتير ممكن تكون مخدتش فرصة او موصلتش لمستوياتها بشكل كبير طبيعة الاصابات اللي ممكن تكون موجودة اعتقد انه ريدا سليم موقفه تقريبا تقريبا يعني شبه محسوم بعيدة عن المشاركة في كس العالم مودس سيسة موقفه مش واضح منعم اعتقد انه فرصه كبيرة جدا في اللحاق ببعثة النادي الاهلي والمشاركة في بطولة كس العالم على كل احوال